هنفضل مع التضامن ولان انا حرسين طول الوقت ان احنا لما بنلاقي وظائف من اي جهات رسمية متاحة للشباب ان احنا نعلن عنها وتاني هرجع اقول كلامي اللي بقوله كل يوم اللي عايز يشتغل ويلاقي وظيفة هيلقيها اللي مكرر يقعد في طبور العاطلين زي ما انت ملكش دعو باللي انا بقوله النهاردة معانا وظيفتين اعلنت عنهم مزارة التضامن الاجتماعي اللي طلبت مش في ادارة حالة فيها الاسكندرية ودي الوظيفة مطلوب لها عدد اتنين من موظفين ومكان العمل هيكون فيه ادارات التضامن الاجتماعي فيها الاسكندرية عشان كده يقتصر التقديم على سكان محافظة الاسكندرية فقط اخر معاد لي التقدم هو يوم 9 ديسمبر 2018 ان شاء الله اللي هيكون منحظه هذه الوظيفة هيشتغل مع الاطفال في اطار خطة عمل لبزارة التضامن الاجتماعي مع مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة يونساف عشان كده مهم جدا نتقدم وظيفة دي يكون بيحب الاطفال وده طبعا خلال الجهود المستمرة اللي تحسين القدرات وتحسين كمان النظم والخدمات اللي بتستهدف الاطفال وطبعا اولوية هتكون للفئات المهمشة او الناس اللي هي ظروفها المادية يعني صعبة شوية وزارة التضامن الاجتماعي كمان بتشتغل مع اليونساف لتعزيز نظام الرعاية للاطفال اللي بدون رعاية مناسبة واللي المفروض يتم ارسال السيرة الزاتية على البريد الالكتروني على الموجود امام حضراتكم على الشاشة مع ذكر اسم وظيفة مشر في ادارة الحالة في الاميل ودلوقتي هسيب مع حضراتكم عن معلومات اكتر عن مهام هذه الوظيفة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر